بالفرنسية جستما سيد العميد وبعد بش نحكي وكذلك نتحدث عن قصف غاشم من الكيين المحتل لكن واحنا نحكي وتوا كتائب القسام تقصف تل أبيب ردا عن المجازر الصهيونية بحق المدنيين وكذلك بعد انتهاء الهدنة اليمن تهاجم المدمرة الحربية الأمريكية يؤسس كارني والقسام كما قلنا يستهدف تل أبيب سنتحدث عن المقاومة وما فعل المقاومة اليوم لكن هيت نبدأ من الساعات الأولى بعد الهدنة والضربة الصاروخية الأولى التي ضربت خان يونس مش تقول لنا لماذا خان يونس المنشورات من الكيين المحتل اليوم طالبت الغزيين القاتنين بجنوب القطاع جنوب قطاع غزة بالتوجه نحو رفح ونعرف وحنا أنه في الجزء الأول من المعركة قبل الهدنة كانت كل المنشورات تطالب الغزيين بالتنقل من شمال القطاع نحو جنوب القطاع هل نحن ذاهبون نحو محاولة جديدة لاستيطان لتهجير قصري لرفح هل عدنا لنقطة صفر سيد العميد؟ هذا هو بالضبط وما قاموا به أول ما بدأوا الحرب كانت الهداف العسكرية واضحة اجتثاث المقاومة الباسلة ويعني احتحالي الرهان ثم قاموا بكل ما عندهم من قوة لتهجير الغزويين من الشمال نحو الجنوب ولكن تكلموا عندها عن سيناء وعن فتح الأبواب المعبر واخراج كل الغزويين بصفة وقتية إلى غزة إلى سيناء عفوا ثم لما اكتشفوا أن هذا غير ممكن وأنهم يواجهون شعبا من نوع خاص أنا قلت في شعوب العالم الكل صارت فيها حروب السكان يهرعون خارج البلاد أربع ملايين أوكراني خرجوا في أيامات من أوكرانيا هربا من الحرب لكن في غزة صار العكس ألف وخمسمائة غزاوي دخلوا إلى غزة من قادمين من مصر إذن هو شعب عجيب وشعب شعب له جبار كما قال عرفت إذن الآن سيحاولون مرة أخر بما أن الشعب الكل الآن موجود في الجنوب سيهاجمون يحاولون مهاجمة خان يونس في مرحلة أولى ثم رفح في مرحلة ثانية ربما المرحلة الأولى هي خان يونس ثم سيتوجهون لرفح رفح أملا أملا في الضغط على السكان للخروج وعلى طلب الخروج نحو سيناء وهذا لن يحدث علما أنه عدد كبير وكبير عدد كبيرة جدا رجحت للشمال مما الآن سيضحهم في مأزق جديد لأنه الآن لما السكان يرحل للشمال من الصعب جدا أنك تعرف من هو المقاتل ومن هو من هو معناها من هم السكان العاديين هذا سيضيف معظة ومشكلة أخرى للجيش الإسرائيلي الغاصب في شمال غزة يعني الآن كما قلت مأزق كبير لمحالة هو الضوء الأخضر اللي يخذوه معناها أملا في إطالة أمد الحرب لأنه هذا يخدم نتنياهو كلما طال أمد الحرب كلما معناها تأخر تأخرت محاكمة نتنياهو وهناك قوى أمريكية تشتغل لفائد نتنياهو لأنه في الحقيقة ليس وحده هو محالة إسرائيليا انتهى ومحاكمة تنتظره لكن لا ننسى أنه في الجانب الأمريكي أنه ابنهم أنه في الأصل انتلاقاته صارت من أمريكا وعنده معناها عنده من اللوبي الصهيوني من يؤذره بصفة قوية جدا لأنه هذا هو المشكلة الآن سيحاولون إطالة أمد الحرب في انتظار يعني ما ستتمخذ عنه الحرب وما ستقوم بالمقاولة الكل الآن أي مرهون بالقدرة المقاومة والخسائر الإسرائيلية لابد الآن أن تضرب المقاومة ضربة قوية تقحم قواتها يعني الخاصة تدخل تدخل قواتها قوات النقبة وتضرب القوات الإسرائيلية في الصميم يعني خسائر فادحة وهذا ليس بصعب هذا ليس بصعب القوات على المقاومة الباسة لأني أعرف أن لهم القدرات ولهم من ربط الجيش أنهم يجعوا هالجيش هذية ويثنوه عن يعني ما ما يرمي إليه واضح بشنتحدثوا شوي أخر على دور حزب الله واليمن في هذا وفي تعزيز صفوف المقاومة وما أحوى جاهده للمقاومة اليوم لتعزيز صفوفها بن جفير يطالب بسحق غزة وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى وزير الأمن أمن الكيان المحتل يدعو إلى احتلال القطاع بلا تنازلات أو صفقات الكيان يضرب يضرب بقوة بالنسبة لنتنياهو لم يتحدث عن بايدن تحدث فقط عن بلينكن ويقول أعلمنا بلينكن بأن أمن غزة سيكون لدى الكيان المحتل ماذا تغير بعد الهدنة بايدن ولا صف ثاني والحديث اليوم والتوجوات حتى الإسرائيلية الأمريكية أعلن عنها بلينكن مش بايدن أذكرك بما قاله بلينكن اليوم الأول الذي أتى فيه إلى إسرائيل وقال أنا يهودي هذا هو الصحيح بايدن تفطن أن خسارته كبيرة وغير نوعا ما موقفه وأصبح يتكلم عن هدن ويتكلم عن يعني إنهاء الحرب وإيجاد طرق سلمية بينما بينما بلينكن هو حقيقة الممثل الرئيسي للوبس هويوني يعني حقيقة هو الرجل الفعل الآن وموقفه واضح وهو من أعطى اليوم الضوء الأخضر مش حتى أعطى الضوء أخضر أعطانا ما يسمى الفرنسوية ما هي الأعمال التي سيقوم بها الجيش الإسرائيلي كأنه أصبح قاعد أركان الجيش الإسرائيلي يعني نوعا ما هو القاعد السياسي لهذا الجيش إذن بلينكن لا تستغر منه لأنه يعتبر الرجل قوي الآن في الإدارة الأمريكية وهو ليس على اتفاق تام مع بايدن بل تعداه لأنه كما قلت بايدن بدأ الآن يحسب يحسب بصبر الأراء يحسب الانتخابات يحضر نفسه إذن لكن بلينكن ليس له ما يخسر بلينكن راو يعرف أن مهمته ستنتهي مع بايدن مهما كانت الظروف لأنه صعب جدا أنه رئيس أمريكي يعني يعاود بنفس الفريق الحكومي إذن هو الآن أصبح الممثل الرئيسي للأيباك وللبي صهيوني في إسرائيل إذن لا تستغر من هذا ثم كما قلت لك هناك التحام ما بين بلينكن و يعني نتنياهو ليش؟ لأنه تقريبا نفس الرؤية ونفس الفكر يعني لا يخفي راو بلينكن أنه صهيوني لا يخفي أنه معناها الهدف من من التدخل اليوم بلينكن هو صاحب القرار بالضبط الأمريكي نعم تنحى بايدن وبلينكن هو من يقرر اليوم في هاته الحرب في هاته الحرب على مستوى الحرب بالضبط بلينكن حين تحدث سيد العميد مش نحكيهم بعد على قوية النخبة في كتائب القسام وعلى كذلك كما قلنا فصال المقاومة على الضفاء الغربية على الأمن الفلسطيني والأمن اللي نشق طبعا لكن بلينكن أول ما غرد اليوم قال لقد تحدثت مع وزراء خارجية عرب قبل القيام بأي خطوة أين العرب سيد العميد الله مع كل أسف نذكر فأنا حلقة قلت لك الظوء الأخضر جاء من أمريكا ولكنه جاء أيضا من بعض الأنمار العربية مع الأسف أقولها يعني وهاته لونة وذا قلتها أنت في الأوف نعطيه كل واحد حقه أنت كانت عند قراءة صحيحة أنه الهدنة هذه يمكن الكسب الوحيد الضائل اللي صار للغرب أنهم نوعا ما هدأوا من طولة الجماهير في الغرب يعني تشوفوا في بريطانيا في بلجيكا يعني الجماهير كانت ثائرة والهدنة هذه هفتت نوعا ما من غليان الشعوب الغربية يعني هذي كان كسب الوحيد لكن كما قتلك يعني يعني رأوا العالم العربي اليوم في مفترق خطير وخطير جدا هذه الأنظمة العربية التي من تحت الطاولة يعني تؤازر مع الأسف نقولها بكل وجع تؤازر ما تقوم به إسرائيل يعني لا تقولها في العلن هي الآن تتأسف والبلغات رسمية نأسف نأسف لمعاودة العدوان لكن في الحقيقة أنا متأكد أن بعض هذه الأنظمة يعني تحاول وقد القضية الفلسطينية ننصفيها الأمور هذه نشوف مسألحنا مع إسرائيل ولأنه كما قلت في حلقة مع حلقات عندهم عماء ألوان يعني هم الآن يظنون أن يعني لما لما نطبع مع إسرائيل سنكون معناها حلية صفحة جديدة وصفحة اقتصادية وفي الحقيقة قلوا يا سيدي الكريم راك موجود على الجدول راه إسرائيل علمها فيه زوز خطوط زرقاء والخطوط الزرقاء هذه تعني بكل بساطة أنها راه بش تعم على العالم العربي بما فيهم أنظم راه كان احتلوها عسكريا ويحتلوا الأرض أما كانش مش يحتلوها اقتصاديا هذا هي متأكد منه وأنا أعرفهم